على الرغم من الدمار الذي أصابها ووصفها بالمدينة المنكوبة تمر قرابة الأربعة أشهر منذ تحرير الموصل من دون الالتفات إلى أعمارها ونفضي غبار الحرب عنها فضلا عن تعويض الأهالي المنكوبين حتى أبسط الخطوات أو الاستعدادات للشروع بمرحلة التعويض ورفع ركام الجانب الأيمن لمدينة الموصل لم يجنح لها مجلس الحكومة المحلية في نينوة أو مجلس الوزراء العراقي أو البرلمان لا أحصائيات دقيقة ولا قاعدة بيانات توثق الحقوق المستباحة على إثر زلزال المعارك الذي دمر فلم يبقي أو يذر حجرا يجاور حجر ومن عاد من البشر يستغيط من استنزاف أفرغ جيوب وأغرقهم في الديون قاعدة بيانات تقدم إلى المجتمع الدولي ومنظماته إذا ما فكر بالمساعدة أو للحكومة ووزاراتها إذا قررت الإعانة للتسريع بانتشار السكان من مأساتهم نحن نريد تصور هذه الضرار ما أنه إن أكو مثل ما يقول إذن صاغية تعوض أنه على هذا الضرر هذا الذي ما ينقاس لا بميزان ولا بقبان نحو أربعة أشهر على انتهاء المعارك التي راح ضحيتها قرابة أربعون ألف موصلي وفق إحصائيات دولية بنيران الطرفين وعلاف السكان لا زالوا يبحثون عن من ينفض غبار المعارك عن منازلهم ليأووا إليها مجددا قبل بدء فصل الشتاء في مخيمات النزوح المتردية خدميا وصحيا تتحدث أطراف في الحكومة المحلية عن سعي خجول من قبل المحافظة ومجلسها تجاه بغداد لاستحصال تعويضات للمتضررين ولو يسيرا لكن بغداد تتجاهل هذه الوعود وتؤكد أنها تمر بضائقة مالية على إثر خفاض أسعار النفط العالمية وسنزاف الحرب لموازنتها وسبب الأكثر إيلاما وانشغال المسؤولين المحليين ببرم الصفقات السياسية والمالية للوصول إلى كرسي المحافظ المقال فأنين المنكبين على ما يبدو لم يعكر حتى صفوهم عمر الجمال لقناة الفلوجة